مع كل دور عقاد جديد تطرح مسألة تشكيل كتل برلمانية داخل مجلس الأمة من جديد وتطرح معها أولوية العمل الجماعي وتنسيق المواقف النيابية أرأى عدد من النواب تباينت حول هذا الموضوع بين من يرى أفضليته منفيدا وبين من يراه بشكل جماعي أحسن فمنهم من اعتبر أن العمل البرلماني الحالي لا يحقق الطموح مؤكدين ضرورة وجود الكتل البرلمانية فيما رأى نواب آخرون أن ضرر الكتل أكثر من نفعها معتبرين أنها وسائل ضغط لتحقيق مصالح بعيدة عن المصلحة العامة النائب صفاء الهاشن قالت أن تشكيل كتل يحقق الإضافة للعمل البرلماني معتبرة أن تركبة المجلس الحالية لا تؤشر لتشكيل كتل برلمانية في المرحلة المقبلة من جانبه رأى النائب خلف دميثير أن عمل البرلماني يكون منفردا واعتبر أن من مساوي تشكيل الكتل عدم استطاعة النائب الانفراد عن المجموعة والتزامه برأي الكتلة رغم عدم قناعته بطرحها فيما بيّن النائب خالد الشطي أنه من الممكن تحسين العمل البرلماني الحالي من خلال إنشاء كتل برلمانية مؤكدا أن العمل التوفقي بين الكتل يحق الإنجازات متوقعا أن يتحسن الإداء النيابي في الفترة المقبلة أما النائب الدكتور عبد الكريم الكندري فأكد أن العمل البرلماني هو عمل فردي لا يسيما مع عدم إقرار قانون ينظم التجمعات أو الأحزاب لذلك يعمل الجميع في إطار فردي ومضيفا أن ذلك لا يمنع من تشكيل كتل أو التنسيق حول قضايا معينة وأن الطموح يكون في وجود كتلة برلمانية متوافقة أو على الأقل تنسق مواقفها بشأن القضايا الرئيسية إلى ذلك أكد النائب عبد الله فهد أن العمل الجماعي تكون الرؤى فيه واضحة والأولوية محددة أما التفرد بالعمل البرلماني فهو لا يحقق أي نتيجة أو مصلحة مؤكدا أهمية التوافق ضمن إطار جماعي تحدد فيه الأولوية والتحرك والتنسيق في مختلف القضايا وبين فهد أنه لا توجد كتل لكن هناك تفاهمات بين النواب للتنسيق حول الملفات والأولويات الكبرى وفي مؤشر على هذا التوجه نعوى إنشاء كتلا في سياق السجال النيابي الحكومي أشار النائب خليل عبد الله إلى أن أعضاء المجلس سيتحركون عبر التنسيق النيابي النيابي مبينا أن دعوات لمجامع نيابية لعقد اجتماعات تنسيقية حول الأولويات والقضايا والملفات وتقييم الفترة السابقة وطرح أولويات دور الإنقاد المقبل ترجمة نانسي قنقر